السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الثناء على الله وثناء الله على ذاته تبارك وتعالى ثم ثناء الأنبياء على ربهم تبارك وتعالى ومن هذا من أعظمه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على ربي عز وجل وخذ هذا الحديث الذي راه أحمد في المسند رحمه الله والحاكم في المستدرك وصح العلامة الألباني ورحمة الله على الجميع في سلسلة الجامع وفي تعليقه على فقه السيرة وأيضا موجود عند النساء وغيرهم من أهل العلم من حديث رفاعة بن رافع وكان ذلك في يوم السبت الخامس عشر من شوال من العام الثالث من هجرة العدن عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في غزوة أحد لما انكفأ المشركون بعدما نزل بالصحابة والنبي ما نزل من موت سبعين من الصحابة الكرام والتمثيل بحمزة رضا